أكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي فجرت منزلين لمواطن في منطقة الزور بمديرية السرواح غربية محافظة مأرب وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم تفجير لميليشيات الحوثي منازل تسعة مواطنين آخرين في المنطقة مؤخرا وكشفت إحصائية عن تفجيرات لميليشيا الحوثي أكثر من سبعمائة منزل منذ انقلابها على الشرعية في اليمن أواخر العام 2014 هذا سقط صاروخان أطلقتهما الميليشيا الحوثية فجر الثلاثاء في مدينة مأرب أطلقتهما من منطقة سرواح غربية المحافظة كما تم رصد محاولتي هجوم من الميليشيات في جبهة المجزح غرب مأرب وفي الجبهة الجنوبية تصدت لهما القوات الحكومية وسط قصف متبادل وفي عدن أعلنت السلطات الأمنية ضبط كمية من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة وقود الصواريخ والمتفجرات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي وذكر بيان للسلطات الأمنية أن الأجهزة التابعة لها ضبطت أمس لاثنين نحو أربعة أطنان من مادة الأمونيوم ومسحوق أكسيد الحديد ومواد أخرى تستخدم في صناعة المتفجرات وقود الصواريخ كانت مخزونة في أحد الهناجر بمديرية البريقة غربية عدن وأوضح البيان أن عملية الضبط تمت أثناء تجهيز المواد المذكورة وتمويهها تمهيدا لنقلها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من القاهرة ينضم إلينا العميد الركن محمد الكوميم المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني أهلا ومرحبا بك سيد محمد يعني فيما يتم الحديث عن مساعي للسلام والحوار تمارس ميليشيات الحوثي رغبتها دائما في موضوع المتفجرات وتركيبات هذه الأدوات من خلال المواد التي تم ضبطها كيف من الممكن أن يتم السلام في ظل هذه المساعي الحوثية السلام عام ميليشيات الحوثي وهم وهم كبير وخدعة كبرى لا يمكن أن تتم أن تتكلمين عن الميليشيات لا تقل عن القاعدة ودعش بأي شيء في إجرامها في أساليب قتالها في عنصريتها في أيدولوجيتها الدنيا بس لها أيدولوجية مرتبطة بالمذهب الشيعي وتعتبر أنها جماعة مقدسة وأن قاعدها هو ولي الله وأن يجب أن تطع وتعبد هذه الجماعة أي أحد يتكلم عن السلام معها فهو إما واهم وإما أحمق جماعة لم تتوقف دقيقة واحدة عن التحشيد لم تتوقف دقيقة واحدة عن التعبئة لم تتوقف دقيقة واحدة عن تعزل الجبهات كل يوم تقاتل في جبهة كل يوم تطلق صواريخ تطلق طيران مسير تستخدم القنص الأسلحة الإيرانية مستمرة في التدفق بشكل كبير جدا أمس كان في مناورة عسكرية في صرواح وتم إطلاق صاروخين اليوم أيضا من صرواح باتجاه محافظة مارد وكان بالأمس في تعز وكان قبل أمس في محافظة الطالع وبالتالي تم ضبط وقود أسم دام يتم تصنيع المتفجرات وأيضا تستخدم لإنتاج وقود للصواريخ وبالتالي الميليشية الحوثية الإرهابية ماضية في مشروعها الدموي ماضية في قضية فرض مشروعها وإنفاذ رؤيتها على الشعب اليمني بعيدا عن السلام وبعيدا عن فكرة السلام جماعة لا يمكن أن تقبل التعايش مع اليمنيين وترفض أي منطق للسلام المتعارف عليه الذي هو العودة إلى التسوية السياسية العادلة وأن نضمن السلام عادل وشامل هي تريد سلام بمنطقة التسليم المطلق لقائدها والتسليم المطلق لفكرها والتسليم المطلق لرؤيتها في إدارة الدولة اليمنية باعتبار أن قائدها هو ولي الفقيه في اليمن وبالتالي الجماعة أيضا هي جماعة ذات ارتباط بالأجندة الإيرانية وذات ارتباط بمشروع اليمني وصنعت خصيصا في اليمن لأذية الجيران ولأذية خط الملحة البحرية والإقليم بالنسبة للإيران وبالتالي أعتقد أن كل كلام أو حديث عن السلام مع هذه الجماعة والله أنه وهم ووهم كبير لا تجربة كبيرة مع الميليشيات 19 عام وندرك ما نقول مئات الاتفاقيات التي توقعت مع الميليشيات وبالتالي لن نصل إلى طريق سيد محمد هناك حديث عن تحشيد عسكري من قبل الميليشيات الحوثية في بعض الجبهات ما هي هذه الجبهات ما أبرزها طبعا ولماذا اختارت تحديدا التحشيد هناك الحوثية اليوم الميليشيات الحوثية تعزز في كل الجبهات يعني عندما أكون معكم أو أتابع الأخبار أو أتابع الموقف اليوم من الجبهات كل يوم تصل معلومات وتقارير عن تعزز لكل الجبهات بلا استثناء تارة يعزز في جبهات تعز يعني كان قبل أسبوع تم إطلاق مسيرة عسكرية لعشر ألف مقاتل وقبلها في أربع أو خمس أيام كان يعزز جبهات الضالع ولحج وفي طول الفترة الماضية يعزز في جبهات مارب وبالتالي وفي الساحل الغربي وبالتالي كل الجبهات الحوثية يعزز إليها وكل التحشيدات التي يحشدها في مناطقه في الصنعة المحتلة أو في ذبار المحتلة أو في الحديدة المحتلة كلها يتم تجهيزها وإعدادها في مراكز تعبية ثم تحريكها إلى الجبهات وتعزز الجبهات منها ما يصل إلى النسق الأول ومنها ما يعتبر أنساق ثانية وثالثة إضافة إلى الآن يوجد لديه كثير من القوات العسكرية التي استطيع الدفع بها إلى الجبهات في أي لحظة يشعر بحاجتها أي الجبهات التي من الممكن أن يتم خرق أي هدنة من خلالها من قبل الحوثي ولماذا؟ الحوثي لم يتوقف لحظة واحدة في كل الجبهات ولكن ما نعتقده أيضا أن جبهة مأرب هي الجبهة الأهم استراتيجيا بالنسبة لمليشية الحوثية الإرهابية باعتبار أهمية مأرب الاقتصادية والسياسية والاقتصاد الدينية والاجتماعية وباعتبار أن مأرب توجد فيها منابع النفط الرئيسية لليمن إضافة إلى أنه يظن أنه بإسقاط مأرب سيكون ما بعدها سهل سواء باتجاه الشرق باتجاه حضر موت والمهرة أو باتجاه العودة إلى الجنوب عبر شبوة وبالتالي نحن نعتقد أن مأرب بالنسبة له تمثل أهمية استراتيجية كبرى وهو مستمر في التحشيد والتعبئ إليها بشكل مركز ويدفع بأفضل كتائب وأفضل أسلحته وعدته وعتاده إلى هذه الجبهة بينما أيضا هو يدفع بكثير من التعزيزة القتالية وكثير من العدى والعتاد في الجبهات القتالية ويخوض معارك كثيرة ويخوض حرب متقطعة إضافة إلى الاستهداف المنهج اليومي الهاونات والمدفعية وأيضا الألغام المزروعة بمئات الآلاف وهو لا يتوقف لحظة واحدة ولكن مأرب هي الأهم بالنسبة له وهل من الممكن أن يتم الإسقاط على ما تقوم به الميليشيا من تفجير المنازل فيه لمواطنين غربي محافظة المأرب؟ مأرب هل من رابط بين هذه العمليات ومساعيها؟ أولا هو يركز على الصرواح وباعتبار أنها أحد الأنساق الأمامية لمأرب وهو يوجه رسائل لأبناء مأرب وهي رسائل ترهيب وتخويف وباعتبار أن من سيقف ضدنا في حربنا القادمة لأنه الآن يحضر الجلس قادمة وبالتالي هذه أحد أساليب الترهيب وأحد البيانات العملية لأي جماعة أو قبيلة أو منطقة أو شيخ سيقف حجر عثر أمام قواته وبالتالي هذه الرسائل معروفة استخدم الحوثي في كل حروبه ابتداء من الحرب الأولى في صعدة وحتى وصل إلى مصر اليوم استخدمها في صنعاء في عمران في الحديدة في حجة في المحويت في نذمار كل المحافظات التي تطأ أقدامه فيها هو يستخدم هذا الأسلوب تفجير منازل رموز القبيلة اليمنية تفجير منازل المعارضين له تفجير منازل المقاتلين الأشدة وهو يختار رموز معينة لكل منطقة أو لكل قبيلة يستطيع أن يوصل رسائل الإرهاب والترهيب لهذه القبيلة ولكن هناك مغرب وفشل فشل ذريع لأن مغرب لم يستطع أن يكسر شموخها على الإطلاق من القاهرة كنت معنا العميد الركن محمد لكميم المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني شكرا جزيلا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة